يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلق مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وستة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنين وعشرين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وتسعة عشر ألف شخص